اهلا و مرحبا بكم في قناتي كدارين لبس عليكم ان شاء الله مزيان قدرت هاد سالسه تنتع ساموراي و هادي تقدر تاكل مع الحوت او لمع الفخيت انا كاتعجبني بزاف مع البطاطا المقلية اذا فقد نقول لكم طريقة والمقادير و اذا شفتوا الفيديو طويل بالزياف باش يكون باش ما يكونش الكلام ناقص هديك هي من الاحسن اذا فقد نقول لكم مثلا انا يشي بعض المرات كندير غي عيني وميزاني نبغي نوصل لكم شح القديري شح القديري غي عيني وشنو هي هاد سالسه ما خاسهاش تكون بيضا وما خاسهاش تكون اه يعني خاسها تكون ولا بود حارة وهدي اه مثلا كيما قلت لكم تاكل مثلا مع الفخيت مع البطاطا المقلية اه تعجبني بزاف ان اكلها مع البطاطا المقلية او لا مع السمك اللي بغير افقها معها مثلا مع السمك مقلي او لا مهم اه غادي نقول لكم طريقة والمقادير كما قلت لكم دي ما كان ديران اعيني وميزاني اذا فماتلا زوج مع الققبارات انتع المايونيز نخلطه معها معلقة صغيرة انتع الهريسة الحارة ومع الققل صغيرة انتع العصير الليمون سيتخو نخلطه مزيان مزيان ونحط له هاد الاب زر نرشع ليه شوية قليل بزر يقدر يكون اربع انتع مع الققل صغيرة هي هاد السلسه ولا بد تكون حارة ادا فنخلطوه مزيان 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 ومن بعد غادي نضيف لها زوج مع الققل صغيرات انتع الزيت او معلقة صغيرة او معلقة صغيرة اذا شرنا بان هاد السلسة بيدة فاوش نديرو غادي نضيفو لها كتر هادي مهم زيتها و معلقة يقدر يكون معلقة صغيرة من بعد نضيفو لها ذيك الهريسة لانه اذا شرناها بيدة نضيفو لها عود معلقة صغيرة معلقة صغيرة نضيفو لها الهريسة نخلطها بيدة و من بعد نخلطها بيدة حتى تكن عندنا فضل صغيرة اه اه هي الغيب شنو هاد السلسة خاصها تكون بيدة و ما خاصها تكون في هان نسمان تاع المايونيس إلا شرنا بان فى هان نسمان فنضيفو لها الهريسة الهريسة الحارة لكتكون عاقدا بحل واحد البوماد الكريمة هكذا نخلطه نخلطه مزيان حتى تكون عندنا ديك سلسة صفي هادي هي وغادي نخليكم على هذك هذي 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 هي اللي المايونيز هي هذي لسلسة ساموراي هكذا كتكون ونخليكم مع صور الفيديو إلا شفت بأنه شي حاجة نقدر نقول لها لكم إضافة إذا فغادي نقول لكم نعود لكم الطريقة غادي نديرو زوج مع القكبارات نتع المايونيز نديرو مع علقة صغيرة وعامرة نتع له ريسة اللي عاقدة ماشي سائلة عاقدة ونضيف لها شوية الملح وشوية لي بزار فلفل الأسود ومن بعد غادي نخلطه مزيان مزيان ونضيف لها واحد عاصر الليمون مع القصغيرة والزيت مع القصغيرة من بعد سوف نخلطه مزيان مزيان إلا شفناها بيضة ما خصهاش تكون بيضة هذي خصها تكون تميل الحمورة الحمر اللون أحمر وتميل الوردي إلا شفنا أنها ماشي حارة فنضيف لها شوية الحار الفلفل الأسود يقدر يكون هكذا كواحد ربع نتع المعلقة صغيرة ونخلطه مزيان 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 إذا نعود إلا قلت لكم إلا شفتوا باللي الماداق نتع المايونيز فيها الماداق نتع المايونيز هي ما خاصش يكون فيها الماداق تاع نتع هذي سلسن تاع سامور راي وهكذا كتكون من اللي كان ديرها مع الفخي تنا تعجبني غير مع البطاطان مقلية وهكذا نقدر نرفقها مع الحوط سمك مقلي وهكذا كتكون شكرا للمشاهدة إذا كانت أي حاجة بغيت نكتبها في صندوق الوصف نسيتها أو لا نكتبها لكم أو لا شي نصائح نسيت باش نقولها لكم أو لا صافي هديكية ويش حل مادرنا شوية من نتع